اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستقر في عموم المناطق يوم الثلاثاء المزيد من الانخفاض على المنطقة الوسطى درجات الحرارة تصبح في أواصة الثلاثينيات 36 درجة مئوية متلقعة في العاصمة الرياض أما ليلا تصبح درجات الحرارة ما دون منتصف العشرينيات في المنطقة الوسطى لكن ترتفع قليلا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لكن تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام ويستمر التقس مستقر في باقي المناطق يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة لكن أقل بقليل من معدلاتها في المنطقة الوسطى حيث تكون درجات الحرارة في منتصف الثلاثينيات في تلك المناطق مع استمرها للتقس المستقر في عموم مناطق المملكة. يوم الخميس بإذن الله تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام أيضا يستمر التقس المستقر في عموم المناطق بما فيها المنطقة الجنوبية الغربية يوم الجمعة بإذن الله تستمر أيضا درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام تبدأ تتشكل بعض الغيوم الركامية وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية وذكرنا يوم الجمعة أيضا تهب رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلات السرعة في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بهذا نهاية شرطنا إلى اللقاء شكرا